الرواية عن صادق العترة في قوله عز وجل فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة هناك عقبة هذه العقبة إذا تجاوزتها قد فككت رقبتك فك رقبة فك رقبة من أي شيء فك رقبة من الضلال فك رقبة من الخسران فك الرقبة هو عتق الرقبة هذه العقبة إذا تجاوزتها فقد تخلصت من عبودية الهوى من عبودية الدنيا من عبودية الطواغيت ولكن إذا كانت بمعناها الحقيقي في قوله عز وجل فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة إمامنا الصادق يقول يعني بقوله الله يعني بقوله فك رقبة ولاية أمير المؤمنين فإن ذلك فك رقبة هذه العقبة إذا ما تجاوزناها فقد فكت الرقاب ولا تفك الرقاب حقيقة إلا بولاية علي صلوات الله وسلامه عليه ونحن في هذه الأيام في أيام شهر رمضان نلح في الأدعية على أن تفك الرقاب أن تفك رقابنا من نار جهنم شهر رمضان الشهر الذي تفك فيه الرقاب فك الرقاب الحقيقي في التمسك بعلي وآل علي فك الرقاب الحقيقي في أن نعرف مقامات علي وآل علي اشتركوا في القناة